مجهزة تسعة صباحة من اون لايف اهلا بكم استقبل اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس اللبناني ميشيل عون خلال زيارته للقاهرة ومن المقرر أن تتناول القمة المصرية اللبنانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتحديات بالمنطقة على أن يأقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء مباحثاتهما زور اليوم المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية لمشروعات القومية يزور محافظة البحر الأحمر محلب خلال الزيارة سيتفقد مناطق التنقيب واستخراج الذهب بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية فضلا عن بحث سبل الاستفادة بالخامات التعدينية وجذلك إيجاد فرص استثمارية تمهيدا لطرح مناقصات عالمية بالاستثمار بها وصلت إلى مطار القاهرة ثاني طائرات مصر الكيراني الجديدة من طراز بورينغ التي تعاقدت عليها الشركة الوطنية ضمن صفقة تضم تسع طائرات من انطراز ذاته وتأتي تلك الصفقة في إطار استراتيجية مصر الكيران لتحديث الأسطور الجوي حيث من المخطط أن تبدأ أولى رحلات الطائرة الجديدة هذا الأسبوع على خطي بيروت ولندن قتل ثمانية من ميليشيات الحوثي وأصيب آخرون في مواجهات مع القوات اليمنية شمال مدينة المخة على الطريق المؤدي إلى محافظة الحديدة ومن جهة أخرى كثفت مقاتلات التحالف العربي غارتها على مواقع المتمردين الحوثيين في الحديدة وقالت مصدر يمنية أن القصف الجوي استادف مركبات عسكرية ونقاط تفتيش ومزارع يتحصن فيها المتمردون ما أصفر عن سقوط قتلى وجرحة لعت كل من واشنطن وتوكيو وسول إلى اجتماع عاجل اليوم لمجلس الأمن بشأن التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية ويأتي هذا فيما أعلنت بيونج يانج نجاح تجربتها بإطلاق صاروخ فاليستي جديد متوسط المدى ضمن الأسلحة الاستراتيجية والقادرة على حمل رؤوس نوهية نظم ألاف الرومانيين الذين احتشدوا أمام مقر الحكومة بساحة النصر بالعاصمة بخارست مسيرة حشدة تطالب بإقالة الحكومة هذا وتشهد رومانيا منذ نحو أسبوعين تظاهرات عارمة على خلفية سن الحكومة تشريعات تخفف قوانين مكافحة الفساد حيث إنه رغم تراجع الحكومة عن ذلك إلا أن التظاهرات لم تتوقف شاهد الكرام انتهت جولة تتسعة أون لايف لقاؤنا يتقدم على رسل ساعة